يا أنى شو الشيء اللي ممكن نحكيها مع الفريق وتغير اتغير اي اشي بيعملون كنت نقعد اليان مع النتوركر والنتورك او اصار له فوق الخمسة سنة بالعالم النتورك موكتنج يعني انا عم نحكي بس نوع عم نحكي عن شركات انا عم نحكي عن النتورك موكتنج الجانرال فبحكي له شو أهم إشي عندك للمبتدي للبزنس فأنا بدي أسألكم نفس السؤال بس قبل ما أجاوب شو أكتر شغلة مهمة لأي بزنس من بالعالم اللي عنده فريق وعم بيدرب فريقه حطوا ليها بالتشاهد شو فكركم أنتو أهم إشي يعني خلاص هاي إنه the most important الثقة الطموح تطوير الذات the business model البيئة المصاري the skills ماشي أوكي ثقة تطوير مستمر أوكي طب تصدقوا وتعاملوا باللاب إنه حكالي كل ما توقعتها اللي را كان أهم إشي بتعلموا لناسك شوفوا أهم إشي بتعلموا لناسك السلف ايميج شو يعني السلف ايميج الصورة الذاتية الصورة الذاتية فأبدي أعطيكم مثال وكتير مهم تفهموا لي النقطة هاي وهدو لسه بالتشات حد يسف يقلقهم يالله يالله كونجرات حبيبي كونجرات حطولهم مبروك بالتشات حطولهم مبروك بالتشات حطول كلمة مبروك بالتشات مبروك يا مبروك يا مبروك يا مبروك يا حياة قلبي مبروك المهم اقسم بالله إذا الناس فاضية يا ساعة يا اخوانا ساعة عشرة جب الناس شو اسموا فاضيين المهم بنرجع لموضوعنا فحكا السلف ايميج طيب السلف ايميج شو يعني السلف ايميج انا اليوم في عندي صورة صورة الذات صورة الذات يعني كيف بتطلع عحالي طب نسأل سؤال تاني اليوم هل كل شخص من قابله بحياتنا بيتطلع عحاله كشخص ناجح يسر نوح وطوليها بالتشار هل كل شخص يعني واحد بشوف فرصة زي الفرصة اللي عندنا يا ججد واحد بطلع عفرصة زي الفرصة اللي عندنا ليش يحكي لا هل لأنه الفرصة مش من ناسبيته أو هل لأنه مآمن هل لأنه مآمن أنه صورته الذاتية ما بتسمح له ينجح فبلشت أسأله شو الطرق اللي بتعطي للشخص ال لأنه كل اللي عندنا عندنا بعد لأنه والله فيه أحيانا نطلع وبيكون فيه زي داوت والله مطب كم واحد فيكم صار معات صارت معاه يا أخي ما بعرف إذا والله هذا هاي الشغل إلي ما بعرف إذا ممكن هذا مستقبلي ما بعرف إذا بدي أشتغل اليوم ما بعرف إذا بدي خلص بيجيك أيام يعني بالإنجليزي today is not my day اليوم مش يومي اليوم مش يومي طب هل مرات الأيام هاي بتمد يومين ثلاثة أربعة أسبوع طيب إذا بتمد أسبوع شو الشغل التكنيكل شو الشغل التكنيكل اللي عندك اللي تقدر تقلب السلف إيميش لبصدف وتنطلق مرة ثانية فاليوم عم بحكي للشغلات هاي طبعا أنا عم بحاول إنه أرجع بعقلي وأشوف أنا كاراكان بعد خمس سنين شو اللي بيعملي اكتفيشن شو اللي بيخليني أمشي شو اللي بيخليني اكتفيشن شو اللي بيخليني متحمس على الشغلات يعني شو ربنا جابرني بنازل من كندا لدبي نقعد مع فريق اللي موجود بدبي اللي موجود بالمرات اللي موجود بدبي بعدين نزلين على أردن بعدين نزلين على ألمانيا بعدين على هولندا بعدين بننزل بننرجع على العالم العربية مرة ثانية وبنلف مرة ثانية وبعدين اللي روح امريكا وبعدين ده روح البيت. لما الشخص يوصل شو اللي بخليه لسه ماشي? اعتقد كوش معمون حكاها البيج واي. منهم الشغلات البيج واي? بس من الشغلات اللي بلشت افكر فيها هو عم بيحكي. ان معظم الناس مخلي في شغلة معينة موقفة بينها وبين احلامها. ممكن كلنا ممكن كل اياتنا كل اياتنا وصلنا لمرحلة. جد في شغلة فكرة او معين واقف بينه وبين احلامي. هيني انا هاي احلامي بس انا واقف بالنص. تحمس شوي توقع. تحمس شوي توقع. تحمس شوي توقع. تحمس شوي بتنشي تجي? تجي تجي. يا دولة اتوقع مرة ثانية. مين صارت مع هذا هيك? بملش حكي انه كان فيه نوعين من الناس بالدنيا. في نوعين من الناس بالدنيا. فبحكيك رقم واحد الريلست الواقعي. ريلست واقعي. رقم اثنين اللي دريمر. شخص اللي بيحلم. الشخص اللي بيحلم فحطو لي بالتشات هل انت رقم واحد برقم اثنين واتس اوكي لانه انا عندي شوي رقم واحد وشوي رقم اثنين انا كاراكان عندي شوي رقم واحد وشوي رقم اثنين هلا السؤال المهم هل اكتر رقم واحد ولا هل اكتر رقم اثنين نعدي السؤال في نوعين من الناس بالدنيا في واقعي وشخص بيحلم بيزموه هل أنا رقم واحد اللي واقعي جدا كيف نسجل 20 ألف وحد بسنة مستحيل وفي عندك الدريمر نسجل مليون واحد في السنة ففي أحيانا عندك الريلس وفي أحيانا عندك الدريمر وما بيصير ايش يا تكون يا يمين هون ولا يصار هون بيحكولك خيرو الأمور ايش أوسطها فنحكي بأربع نقاط والأربع نقاط هدوري كثير مهمين تكتبوا ليهم حبابي فإذا ورقوا اللي مجهزين حطوا لي جهزين بالتشات لأنه بدي أحاول أخلص مكالمها يبعشين دي لأنه عندك كمال شاء الله أحكي عنها بالأخير وبعدين ايش نبدأ فيها تمام إذا فاتحين كمال أخيرين أشوف الوراء والا شف علي دان ورود دان مصطفى دان مين كمان وين الباقي يا أخوان هما دان طيب تمام 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 نبدأ برقم واحد بحكي لك فيما أخوة لتحكي لك الواقع بحكي لك الواقع بيعرف وين بدوا يروح بس اللي بيحلم ووصل هناك الرادي ووصل هناك الرادي بحكي لك دريمز باي دفنيشن دريمز باي دفنيشن are cursed by a short life span بما معناه داما معظم الناس عندها أحلام بس داما عندنا يعني لترجمة العربية الفصحة إنه عندك حياتك صغيرة وحلامك كبيرة بس ليش تايمة ما منوصل للأحلام ليش ما منوصل للإندسنيشن ليش والله دام موقف بالنص ليش والله بحاول أبدأ شغلة بوقف بحاول أعمل هون بوقف بحاول عم بوصل 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 بس مش عم بوصل للإندسنيشن عم بوصل للهدف الأحلام غير محدودة ولحياة محدودة مليون بالمية قليلاً numerous رح لكم رخم واحد أحياناً الحلم بيكون بيكون غلط wrong kind of a dream لأنه في عندك daydream وعندك daring dream شو يعني daydream daydream يعني الحلم اليومي أو الأحلام الأحلام الوردية مين بتذكر يعني يعني هاي أهم إشي حسط الرياضيات مستحيل أنساها الدكتور بظلوا يحكي عن x plus y equal z بلس ويش فأنت بتقعد يا أخي إن شاء الله بس أتخرج ودي أشتر سيارة بضمن أفحط فيها طب هو بيحكي عن x y وال z بالذلك منذكرين شو درسته بالثانوية والله ما بتذكر ممكنت x plus y equal z والأنا نسيها فتطلع لفوق ببلش تحلم طب الحجة شو طابخة اليوم طبعا أحيانا عم تضحك وها طب أحب أحكيكم إنه فيه ناس اليوم على المكالمة عم تسمعني وعم تحلم بالمنصف كاعدة عم تحلم بالسيارة البكرة إذا تيجي طب يا أخوي مبارحبا لش أنت خلص السيارة شريتها أنا أخوي قل لا إله إلا الله عفكر رسم بالشين وين رايح هدح عليك شوي خلص يا مسر رسم سيارة خلص أحلام كبيرة مش هنختلف خلي أحلامك أكبر بس شوي فعندك هاي بسموها حلم يومي حلم وردي أحيانا فعندك الحلم الجريء جريء جريء حطوا برأسكم رقم واحد دايما وأبدا الأحلام اليومية هاي الوردية دايما أخرها تم واحد فيكم دخل معكم واحد بالسيستم أحكاكم أنا أبدأ أعمل واحد واثنين وثلاثة وأربع وخمسة بدي أوصل شهر شهرين ثلاثة يا زموينك والله برو الدنيا لا حتى بحكوش الدنيا لا بحطوها على الشركة يا أخي الشركة على فكرة الإدارات الحق على الإدارات على فكرة على فكرة لو عندي ريدر تاني على فكرة أنا كان ركان كان على فكرة صار هو تحتي يعني كنا هو الحق على الإدارات صح عنده صح عنده صح على فكرة لو الشركة كانت موجودة بموريشوس ومفتوحة ومفتوحة بزمبابوي أنا ابن خالتي لازم مدير منطقة زمبابوي طب وزمبابوي عندها برزدينت من في الشيها مدير بس على فكرة صاحب اللازم فأنت أحيان فأنت أحيان بدكم إيش تمشي الأمور لأنه daydreaming is always based on luck الناس دائما إيش عندها الحظ والله شنصت معه كم واحد فيكم سمع أحكي لكم قصة طبعا حكيتها مليون مرة برزد حكيها مليون مرة عندي محل طبعا أكبر مطعم عربي بترونتو تمام أرقيل ومناسف وإيش يبعجبكم يعني فإذا بتروح ترونتو إيش إدعى سويا غوالي أحكي كلمة جي سي ومن شرجك دبل كان فاكري فيه دسكاونت لا لا حبيبي الدبل بيصير بدل 20 دولار 40 دولار المهم ففي واحد من الشغير ما بروح كتير صراحة على المحل ما بروح كتير على المحل فبرحت يومين قبل ما أسافر فقاعد وراء ما بدأ يقعد قدام لأنه باعد قدام والكل بسلم علي وما بعرف ولا حدا فباقعد وراء يجاني واحد من الشغير اللي عندنا بحكي ركان أنا بتابعك الانستغرام تقول له حلو كثير قال لي ركان أنا قررت أشتغل عندكم كشاب تابع أرقيل لأنه عارف أنه انت بلشت بالشاب الأرقيل تقول له قال لي برو بس أنا بعرفك ما زمان تقول له شو يعني زمان يعني بعرفك منترت شنين تقول له الله أكبر قال لي آه كنت بالأردن وكان ناس بيعرفوك وبيحكوا عننا تقول له قال لي برو كل أصحابي بيحكوا لنك إيش السيارة اللي شريتها كلها إيش كلها إيجار تقول له الله أكبر يعني أجرت سيارة سنتين أجرت سيارة سنتين حكي له والله ما بعرف سيك كانوا بيحكوا طب قلت له يعني معلم ما عرفت الشيك لحالك يعني بالعقل فيه واحد يأجر سيارة سنتين مثلا فيه واحد مثلا بدأ أجر سيارة سنتين أكيد لا فكتير ناس بتحس إنه إيش والله إيش أن نوصت معا والله ضربت معا دخل بكير ما نسمع بالكلمة هاي كمان دخل بكير آه خلاص راحت عليه إحنا راحت علينا راحت علينا هاي مش غالات المهمة هات دي دريمي طب نحكي عن نحكي عن ناس اللي عندها حلم جريء في عنده ديسبلين انضباط ما بيعرفوا الأيام اللي كنا قاعدين من ستارباكس بالكوف شوك من الصبح للليل بنبعت مسجات بنشتغل ما بتذكروا الأيام اللي قرأنا كل الكتب عشان نعرف نكبر ما بتذكروا الإيفنتات اللي ما حدا إيجا لها ما بتذكروا الأيام اللي عم نشتغل من صبح لليل ننسى ناكل بس تفرق أول نقطة ثاني نقطة دائما دايت ريمينج دائما بتآخرها الأعذار دائما عندهم عذور بس الناس اللي عندها الحلم الجريء دائما عندهم دائما شغالين بتلاحظوا اللي دارات دائما شغالين يعني بتين ناس حكي ركان ليش ليش تشغال إنه الحلم كبير الحلم لو بحكي لناس حيحكي لي مجنون الحلم لو بحكي لناس حيحكي لي مجنون لسه ما بلشنا في ناس مفرحانة إنه سنة اللي فاتت كان عندنا خمسين آي بي لسه ما بلشنا في ناس فرحانة إنه عملنا هيك و هيك لسه إيرلي طب ركان صارف واحد اثنين ثلاث إتس أوكي إتس أوكي حبابي مش دائما وأبدا بك تكون مبسوط بالبيزنس عمرها ما كانت أبل زي هيك عمر ما كانت تسلا زي هيك الاندستنيشن بيكون هيك هلا الكل بيعرف تسلا وبيعرف عمزون وبيعرف أبل بعد النجاح بس أبل صارفوا لعشرين سنة بشغرين عشرين ألف سنة صارنا بالعالم عربي سنة ونص سنتين ماكس سنتين ماكس نحكي عن نقطة تانية الناس اللي عندها الأحلام الوردية أو ممكن حتى يعطيك أنرجي شوي أنرجي مين فيكم هيك تفرج فيديو قبل هيك وحاس حالة أني لمجنح بعد الفيديو إنه أسمع بدأ أروح أنجن بحكي مع الكل بدأ أروح أبني أكبر بزنس بالعالم بدأ أروح هسا أحط لط تداول عشر لطات صفقة ذهب أطلع فيها أتشاكلة دائماً بتصير عفكرة أنا لبأ أحكي مع كوتش أريانا هيك بصير فيني فممكن تعطيك طاقة بس حبابي المومنتم تيجي من الأحلام الجريئة تيجي من دريمينج من الديرينج فبديد دي دريم وال ديرينج ناس اللي عندها دايد دريم حبابي بحكي لك يلا نستنى الناس اللي عندها ديرينج دريم بحكي لك يلا ننطلق الناس اللي عندها الدي دريمينج بحكي لك طب نستنى كم واحد فيكم يعرف ناس طب خلينا نستنى لنشوف طب ما نحمل بوش كتير على المكالمة لكي ما بتعرف شو بيصير طب ممكن شغلا صارت تصير غلط طب ممكن هيك تصير والناس اللي عندها أحلام جرية بحكي لس جو أول إن حتى لو فيها ريسك كم واحد فيكم ممآمن إنه الريسك ضروري عشان الواحد ينجح بحياته وحتى لو بتحكي صح بدياكم تتذكروا بدياكم تتذكروا شو في شغلة شو في شغلة عملتولها الريسك ونجحت معكم ما تحكيوا هلأ بس تتذكروا وحتى لو ما هلأ نجحت معكم نحكي عن نقطة تانية معظم الناس اللي بتعمل دائت دريمينج دائما بتعزل حالها بتصير لحالها دائما وأبدا دائما وأبدا بتكون حوالك فريق يعني أنا بحكي حكيت له واحد بقى رح قتله لو لأنه كان فريق بالبداية لو لأنه كان فيه فريق بالبداية ما كان صلط اللي أنا فيه اليوم لو لأنه كان فريق بالبداية كم واحد فيكم مآمن إنه الفريق اللي حواليه إنسان دوكتير بالموتيفيشن إنسان دوكتير بكل إشي لأنه بتذكروا فيه أيام ما كانت مزبوطة بتحكي مع الإدارات بتحكي 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 واتس اوكي على فكرة هيا كلها نقطة نقطة واحدة عشان نكون بالصغرة بس كل هاي نقطة واحدة فحكينا عن أول نقطة أحيانا ممكن تكون أحلام الغلط معظم الناس عندها أحلام غلط معظم الناس أحلامها والله بس دي أشتغل عشان أشتري سيارة والله بس دي أشتغل عشان مدري إيش والله بس دي أشتغل عشان مشغلة معينة وأحيانا فيه ناس اسمعوا كثير شفتها هاي كثير ناس شغالة حقد يعني بدهت بدهت تاخد تقر من حدا مثلا كثير بشوفها فحيانا نحاول تراجع أحلامك هالحلم هاض حيفيدني حيفيد ناس حوالي والله بس هيك فهذا رقم واحد رقم اتنين رقم اتنين المخاوث كم واحد فيكم عنده مخاوث حطوه ليها بالتشات أشعب كثير ناس حطا حطا مخاوث أحب أحكي لكم دايما وأبدا نواضم الناس لما تكون خايفة لما تكون خايفة ما تعرف توصل لأنه أحيانا الخوف لبعضها كان الحلم تحكي لك Fear keeps us from realizing our dreams أحيانا حتى ما ما نكون عاملين مش عارفين شو الحلم لأنه خايفين منه في المقولة قرأتها قبل يومين كنت بأحل على تيك توك بحكي لك Safe living generally makes for regret later on الناس اللي عايشة حياة عادية تكبر بازلت تحكي لك يا ريت يا ريت عملت هيك يا ريت عملت هيك كم واحد فيك أسألكم سؤاله بالله عليكم كم واحد فيكم كم واحد فيكم كان عنده خوف وعمله وبعد ما عملته وبعد ما عملتي والله ما كان إيش كبير أو كم واحد فيكم كان في خوف وما عمله ولما كبر صار يفكر والله هات ترى هات خوف كان غبي يعني في كتير شغلات كنت أخاف منها وأنا صغير بطلت أخاف منها خاصة ببدايتي بالبزنس يعني زمان أو بجوز ببدايتي بالبزنس كنت كتير خايف مثلا أخصر ناس والله ما بدي أخصر ناس والله ما بدي شيء اسمه اليوم غيات التفكير أنا عارف الناس الصح اللي حضلها في كتير ناس أنا بتذكر كانوا يخافوا يقدموا فرصة العمل يخافوا يقدموا فرصة العمل يخافوا يطلعوا على مكالمة يخافوا يحكوا في كتير ناس بتذكرهم ركيان كيف أطلع على السوش الميديا وأحكي مع الناس واليوم بيقرفون على السوش الميديا بس أخذتهم سنة بس بترجع لورا ياريتني عملت النقطة هاي أسرع لليوم بتذكر كتير حكي حكيته مع ناس كبار شوي بالعمر الناس اللي كبار شوي بالعمر دائما كان يحكوا دائما أبدا كان ياريتني عملت شوي أكتر عمكما عدتوا مع ختيار ودائما يتحسر على الدنيا بتحسر على اللي صار والله يا ريت عملت أكتر فبتحس الناس بالترتينات وأربعنات بيحكو لك في التنينة تحطين أبوي بالتشارف في التنينة ترتين أربعنات ما بتخليك توصل لأحلامك بس روح حكي لواحد كبير بالعمر روح ما واحد عمره 80 سنة شوف شو بيحكي لك يعني إذا اليوم أهلت يعني بسي مثلا أبوك وإمك ضد البزنس روح اسأل سيدك شوف شو سيدك شو بحكي لك شو خسران هتخسر شويك مساري هتخسر بس هتغيين إكسبيرينس هتغيين إكسبيرينس فيما يقول بتحكي لك You can never look You can never connect the dots Walking forward You can always connect the dots Walking backwards ما أبعمرك بتشوف ليش كل شغلة عم بتصير لما عم تطلع على قدام بس دائما لما تخلص الشغلة تطلع على ورا أه والله أنا شايف ليش هيك صارت ليش هيك صارت أنا شايف ليش هيك صارت اولكم شغلة حكيتها بجوز على اكمل مكالمة في سيارة سيارة احلامي كتير كنت خاطت صورها بالبيت عندي وبجوز قبل قبل شهر قبل شهر بعدت الدفوزيت على السيارة والسيارة بتجنن يعني جد سيارة احلامي حاولت اصريها قبل هيك وما ضبطت معاي فعم بحاول انلاقي السيارة الصح ومادري ايش طيب بعدت الدفوزيت خلص يوم الاثنين المفروض راكان يستلم السيارة يوم الاثنين سيارة احلام راكان من انا وصغير بدي السيارة هاي يوم الاثنين حكاى اليوم ونزدي يوم الاربع يوم الاربع حكاى اليوم الجمعة اخوان شو فيه يوم الجمعة بحكي البولايب لازم تستنى من يوم الجمعة بحكاى ليستنى اليوم الاثنين من يوم الجمعة ليوم الاثنين بلاش اسمع عن اللي حيسير اللي عم بيسير بالدنيا. ب 육يلا hom % بالموضوع. معنا ستة شهور حبايا بيه نحمي حالنا معنا ستة شهور نستثمر لان الناس يعني تقريبا هتضلها تسعة شهورáis بتكون تسع شهور اتناشا شهر. معانا حبابي تسع شهور اتناشا شهر تشتر السوق. تشتر السوق. الكل كان بدي يشتري عقارة بكندا. الكل بيشتري عقارة بكندا. كان مناش يشتري البيت بميتين وتراثمائة واربعمائة الف دلار. الزيادة عن اللي بيطلبوه لانه في ضغط ضغط ضغط. شو صار اليوم? نفس البيوت مش عم تنباع. نفس البيوت مش هتم باع. شو عم بيصير? الشهر اللي فات تسعة بالمية. تسعة بالمية. فبلشت احكي مع مينتور بصد تفرن علي. والشخص صادق لفترة ما احكيت معه. بصد تفرن علي كيف. قال لي شو وات اب والنيو. وهو كمان بيحب السيارات. فبحكي له اسمع. ما انت او ما احكت لحدها اشتريت سيارة. قل لي عبرك شو السيارة. فبحكي له السيارة. بحكي لي برأي ترجعها. موحد ربه شو اللي رجعها. صلطة هي. قليني تمانية رجعها. قل لي رجعها اسمع مني. السيارات هدول حيرخصوا لنص سعرهم. لا يا زرمي شو اللي نصعرهم. رجعها اسمع مني. المشكلة الشخص صادق عامل يعني مو يعني عامل من ثلاثين او اربعين مليون دولار. فانا من نوع اللي بسمع. بس لازم اسمع حد تاني كمان. فرنتها حد تاني. عشان بس يعني بجوز هادو بأفور قاعد. وحكي لنفس الحكي. كل الناس الاغنى بالدنيا هلا. بلا شو يفهم وانا هطوا مصريهم. اللي ركان خلي مصريك عجانب عشان تكون جاهز. لانو بس معانا تسع شهور. واذا نفكر الالفين وثمانية كانت قوية على الناس الفين وثلاثة وعشرين حتكون اقوى واقوى واقوى واقوى. شايفين ليش موديل النيتروف موكتنج بعمر ما حيتغير. شايفين ليش لما تعمل ميكس على النيتروف موكتنج والتداول الباور اللي بتكون عندك. انك تعطر شخص مو انه بس يتعلم يكون فاناشيلي يكون فاهم المصاري والرايحة. لا وبس هيك وبرضه شوف البرودكت هاي برودكت مستحيل لحد ياخدها بمئة ومئة 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 ومسحية هادة يطلعها من شاينا. خد هاي بزنس مجاني مش هتدفع ولا ايشي عليه. بتشتري برودكت صلى الله وكيلة. وتصير موزع ليلنا. وصير تقدر تساعد ناس ثانية تفهم شو حيصير قبل نهاية السنة. اللي صار نرنت عالشاب عالويكند قلتوله كنس للسيارة. قال لي ليش ما ليش قلتوله كنس للسيارة. لانه انا اليوم همي مش يكون عندي والله اكمن الف دولار. اكمن مئة مليون دولار. بس بدي ايش? احط نصريه بالماكن الصح. بس كنت خايف. احكيكم الصراح كنت خايف. فالمخاوف. المخاوف هاد رقم واحد. حكينا ما باحلامنا ده احيانا بتكون غلط. فلازم نصح اغلاطنا. تقعد لحالك. افهم شو كل اغلاط اللي بدك اياها. رقم اتنين. المخاوف. رقم ثلاثة. بسموها الناس اللي حواليك. كم واحد فيكم؟ ده نقطة بعد ديها بس نخلصها على السريع. كم واحد فيكم في شخص كريتكال بحياتكم؟ الشخص الكريتكال هاد دايما بيعطيكم اللي نكتب. يعني بتروح تحكيله. وحتى لو بتكون ناجح. شخص انت بتطلع لهم. بتحكيله بتحكيله وبتحكيلها فكرة. بتحكي لك الفكرة هاي خبية. ممكن نكون الناس اللي حواليك. ممكن يكون اي حدا. ممكن يكون اصحابك على السوشل ميديا. كم واحد فيكم قعد بين ناس والناس بلاش تتفلسف على البزنس. قعد. وادول المفروض انه اصحابي المفروض انه هادول الناس اللي بيساندوني. اهلي مش المفروض ساندوني. بالبداية ما حتى كان بيساند. اليوم كله برن علي. لكن كيفك حبيبي. ركان طبعا كنت مآمن فيك وانت صغير. ان شاء الله تبارك الله. ركان على فكرة. انا دايما كنت بحكي لامك. انت احسن واحد فيهم. ركان على فكرة دايما يعني من حوالي كل كنت احكيلهم الولد هاض. اميزنج. اميزنج. تكترف لمن تسمعوا ولمن ما تسمعوا حباب. للأسف بالبداية كان لازم اعرف ما اسمع لحدا. كان لازم اسكر ديني. كان لازم بس اسمع للأبلاينات. حتى لو الأبلاينات غلط مش هيكونه اكتر غلط من اهلي. لانه اهلي ما عندهم بسكتسفل بيزنس والله ينصلحوني بسكتسفل اونلاين بيزنس. ما عندهم. فكيف دي اسمع لحدا ما عنده الشغلات اللي بديها. وللأسف كتير كتير ناس بنعرفهم. بسمعوا الناس اللي ايش. لا وشو الاسوء. الناس في احيان ناس تسمع. يعني لا. يعني مثلا الناس بتدخل على الزوم بتحكي لك اكس 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 اكس. في ناس جد توصل لدرجة غباءهم ومعليش على الكلمة. لو بتسمع للناس زي هيك. والمشكلة شو بيكون الشخصة بيكون مسلا قاعد ببيته بلابس الفانيلا ومش عارف وين ربنا خاط. ساكن ببيت اهله. طب كيف تسمع لشخص ما عنده اي فيوتر. كيف تسمع لشخص ما عنده اي اشي يعني فيش فيوتر بالمرة. شو الجيم بلان بالزبط. شو الجيم بلان معلم. حد بروح باسمع لي واحد على السوشيال ميديا والله عملت هي. والله عملوا هيك 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 هيك. اوكي. معلم شو الخطة. شو الخطة بعدين. معظم الناس للأسف اللي بتحكي 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 على السوشيال ميديا. اللفه بدوره بدلفه ودوره بعدين بيختفوا. لماذا بيختفوا? ليش لسه موجودين? خمسة سنين صار لبسوا يا حبا. خمسة سنين. وحاس حالي السبب بلش. يعني حاس حالي ببلش من day one. حين احكي عن اخر نقطة واهم نقطة. وهاي النقطة لازم تقزول عليها. بسموها work habits. عادات الشغل. سلوكك. انضباطك. فيه احيان بكونك عندك نقص بوحدة من الشغلات هاي. بكون عندك نقص والله بالانضباط. نقص بعدات الشغل. فيه شغلات كل يوم لازم اعملها. كل يوم لما اصحى فيه شغلات لازم اعملها. خلص بيكون ناتشرل بدون والله ما افكر بدون. الريدي ناتشرل لازم ادخل على تليفون وعمل اعمل واحد اتنين تلاتة. هل عندك عادات شغل? طب اذا لا. اععد اكتب شو العادات اللي اللي حتفيدك بالبيزنس. حبابي اي بزنس بالعالم. اي بزنس بالعالم. لو بتفتح مكدونالز اليوم ما فيش حدا بدخل مكدونالز. شو بصير بالمكدونالز? لو اليوم دي افتح انا اكبر فرانشايز بالدنيا. مكدونالز. بس فيش حدا عم بدخل على المكدونالز. شو بصير بالمكدونالز? بزكر. طب ليش بش نفكر انه الفرانشايز اللي بايدك انت وياها نفس السيستم. It's the same concept. بلش بفكر فيها زي the same concept. حالات الشغل اللي عندكم. الاندباط والسلوك. في بعض الناس جد ما بتعرف كلهم حالها. في ناس ما بتعرف تلوم حالها. بمستعد تلوم كل اشي بالدنيا. إلا حالها. الحق على الابلاين. الحق على الشركة. الحق على ركان. الحق على شجاع. الحق علينا. الحق على احمد. الحق علي. الحق على مامون. الحق عليهم. مش علي انا. انا من فوق نازل. اين جال المعلم? تعرفوا هاي الدائرة اللي هون. انجل. الحق عليهم. لانه لو لانه هم يعملوا هيك. ولا كان انا نظرت ناجح. لو لانه هم عاملين هيك. انا ايه نسا اليوم. تريليونير. انا ويلون ماسك بست فرنز. الحق عليهم. ولا الحق على الحكومة. والله لو للحكومة عملت هيك. على فكرة كان انا نجحت. لولا انه. اه والله يعملوا هيك. والله. دايما نلحق على ناس تاني غير الحق عليهم. ليش? طب هاي في ناس غيرهم. ضبطت امورها. لو لا. وفي ناس بتحمل اهلها لمسؤولية. والله لو لا اهلي على فكرة. لو لا اهلي كنت ننجحت. لو لا المدرسة. لو لجامعة. لو لا اولادي. في ناس بتحججوا بالواي. ما تخيلين حبايبي? واحد. يعني انا بعرف ناس بتحكي له شو سببك دخولك البيزنس. انا بدي ساعد اهلي. وبعدين دي يجي يترك البيزنس. ليش ترك البيزنس? والله من عشان اهلي. ما تخلي الواي طبعك هي حشتك. الواي طبعك ما تخليها حشتك. في كتير عندنا امهات بالفري الاجنبي. ففي كتير من المرات بيدخلوا على المكالمة. وانا هون عشان بدي اخلي ابني او بنتي يكون عندهم احسن حياة. حلو كتير. طرت الشهور. ببطل صوتهم مسموع. بطل حدا يسمع صوتهم. شو صار معكم? والله too much work with my son. كتير شغل مع مع ابني. يعني كل الشرات اللي كنت تحكيها كذب. هذا بتحكي دي يا. كل الشرات اللي كنت تحكيها كذب. فنرجع نعيد كل اشي رقم واحد. حكينا عن احلام ممكن تكون غلط. بحاول اقعد مع حالك واكتشف. الرقم واحد الصورة الذاتية اللي عندك. انت شو بتآمن انت مين? وانه حاليا. مشارات اللي حبيتها بالنتورك. اللي رقم اولادي ثلاثة وستة. عمرهم مسافروا باليكونومي. طول عمرهم مسافروا الفيرت كلاس. والبيزنس كلاس. وعندوا لعبة بشوفوا شوفوا متخيلين. عندهم لعبة بالبيت. فابنه اللي صغير عم بسأله. فعم عم بلعبوا لعبة. عم بسأله. بابا وين المخدة بدي انام? اسمع شو عم بحكي. بابا وين المخدة بدي انام? فبيحكي له ابوه النتوكر بحكي له عالطيارة هاي ما فيك تنام. فالولد مش مستوعب شو يعني ما فيني انام? اللي هو ولد متعود انه لازم ينام بالطيارة. لازم بزنس كلاس. لازم ما عاد يوعد هيك. عفكرة خطيرة اذا شفتوا على الانستجرام. خطير. فعشان هيك لما يكبر الصورة الذاتية تبعته هتلف وتدور تلف وتدور وتلف وتدور وتلاقي طريقة انه يوصل للمراحل الكبيرة. ليش? ليش? ليش كتير ناس تكره الناس الاغنية بتعرفوا ليش? يعني في كتير ناس تكره مثلا ترمب بيحكي لك والله اخد اخد عشر مليون من ابوه. طب حدو. انا بعرف ناس اخد عشر مليون دولار وروحتهم. اقل ما فيها ترمب اخد عشر مليون بحولها لمليار. اقل ما فيها حولها لمليار. مليار. لانه انه هو شخص غني. حتى عفكرة وصلت درجة هو وابوه ما معهم مصاري. افلاس مرتين. مش مرة مرتين. طب منحولها في بعض الناس بعائلهم رانكات كبيرة. مين فيكم بعرف شخص? عارفين انه بعاقله رانك كبير. بس ايش? شوية شغل عبين ما يوصل. بس عبين ما توصل. هتاخد وقت بس عشان ما عايش. عبين ما توصل لدريم للريالي. فرقم واحد. ممكن احلام تكون غلط. ارجع لأحلامك. ارجع لدريم. ارجع لدول سبتك. رقم اثنين. المخاوف. الفيرز. رقم ثلاثة. الناس اللي حواليك. ما بتتغير حبابي. اسمعوا للناس اللي يجب أن تستمعوا. احيانا احيانا ممكن الابلان المنتور طبعكم يحكيهم جغلة. ما حتعجبكم. it doesn't have to. بس ممكن توصلكم للرزاة صددكم اياها. ورقم اربعة واخر واحدة. عادات الشغل. work habits. السلوك. طبعك. والانضباط طبعكم. فغيرا نشتغل. عالتاركت انا وياكم ما بعض. شو رأيكم. شو رأيكم نرجع نشتغل عالتاركت انا وياكم ما بعض. ليلا. طبعا صارنا فترة مكالمات ريتش. اون اوف. مبدئيا. كل اسبوع بدي اجيب guest speaker من بره جي سي. وحيانا من جو جي سي. يعطونا اكبر information ممكن نعرفه. طبعا قبل تارت ايام كنت قاعد مع سيف الحكيم. سيف الحكيم كان سامسونج. شخص كثير كثير معروف. تعرفنا على كم شخص بإذن الله. مش هادر احكي اسمهم هلأ. بس حيكون قاعدة إلنا معهم. عن المكالمات ريتش. في شوية اجانب. في شوية عرب. بس حابب اجيب العرب مينلي. يجي يحكوا معانا. يعطونا الماس تباعهم. يعطونا المنترات تباعهم. يعطونا شو. شو اللي بيصير. وحبابي الهدف من المكالمات هاي. حتشفه زي pattern. حتشوف ان الشخصات والشخصات والشخصات حكوا نفس الاشي. تحكي لك success leaves clues. إذا الشخص هادحكاها. والشخص هادحكاها. والشخص هادحكاها. والكل هم ناجحين. معاناته الشغلة هالله هازم اشتغى عليها. الشغلة هالله هازم اشتغى عليها. احيانا دك تاخد نوتس. ممكن ما تفيدك حاليا. يعني ممكن تحكي. طبرا كان انا هلا بتداول. بس ما عمل بيزنس. بس حباي بيدك تكتبها. لانه بكرة لما تبني البيزنس. لانه ما فيش حدا بالدنيا. يعني حتى لو انك متداول محترف. اخرك تبني بيزنس. المتداولين المحترفين. يا ببيعوا كورسات. يا ببيعوا systems. يا ببيعوا شغلة. فبلش من هلا. ابني social media من هلا. تعرف شو احسن اشي عملته. انه من يوم ما بلشت البيزنس. فيه على الانستغرام. بحط صور من هون. بحط صور من هون. فاي حدا بده يطلع. يرجع للورا. يرجع لالفين وسبعطاش. يطلع الصور تبعت راكان. يطلع وين بلش راكان. يطلع كيف الصور والفيديو. ولا اي اشي من ايامها. وفيه كتير كتير غيره اكيد. وممكن اسألكم حتى مين بتحبوا ايش. اجيب. على المكالمة. على الانستغرام اكيد. وممكن ايش نعملها. فهد رقم واحد. مكان ما ترتش بازن الله تعالى كل اسبوع. كل اسبوع كل اسبوع. هل التوقيت. هاد تمام يعني الساعة عشر توقيت الامارات. الساعة. الساعة تسعة توقيت اردن. في حد بحكي نبغى ربط كريساكي. يعني اخوي. مناسب؟ اوكي. تمام. يعني ما بتكون صهرانين والشغلات هاي ولا الشباب شغيلة يعني شغيلة على يوم السبت. طيب ابشر. طيب تمام. هاد رقم واحد. رقم اثنين. بدنا نضيف مكالمة زيادة بنصر الاسبوع. شو رأيكم؟ لانو حابب تسمعوا من ليدرات جي سي. صلنا فتا ما اسمعنا من ليدرات جي سي. شو رأيكم؟ وحابين نعمل كامبان صغير. الكامبان الصغير هاد عبارة عن السبع مهارات اللي هتاخدكم من صفر لفوق المئة الف دولار بالسنة. وعا كل مكالمة هنحكي عن شغل معينة. هنحكي عن شغل معينة. وبعدي هيكون في طارق. وكل اسبوع هيكون في جي سي. شو رأيكم؟ هكون كل اسبوع يوم الوينز دي. يوم الاربعة. ان ولا مش ان. وحكونا كل ليدرات جي سي. كل التوب ليدرات جي سي. هتلاقيهم مشاركين معاكم. حكونا في اتنين كل اسبوع. طبعا حسب القوة تبقى الليدر. هنحطهم بي ايه شو اسمه؟ طبعا هاي المكالمات فقط لقلنا. تمام؟ طبعا نضيف شغلة عليها. نضيف شغلة عليها. شو رأيكم يكون اقل ما فيها عندنا؟ مكالمة او مكالمتين فرصة عمل بالاسبوع. التوب ليدرات عاملينها. عشان لو في حدا عم بشك. لو في حدا بدكم تعزموه. لو في حدا بدكم تمشو الامور. الدخلوه على المكالمة. ودخلونا احنا نساعدكم. بتعمل خلوزنج للناس اللي عندكم. فحكينا رقم واحد مكالمة كل اسبوع بازن الله تعالى. رقم اتنين. رقم اتنين. هكون عنا بسموها الون بيرسنتر وال. هكون كل يوم اربع بازن الله تعالى. هكينا مكالمة لما مكالمتين فرصة عمل بازن الله تعالى. مكالمة كبيرة. بدنا ادنى منقدر. ادنى منقدر ادنى منقدر. كل الرنكات ابتطلع. نحطها على مكالمة واحدة. نوريكم النجاح اللي موجود بالorganization لانه في فرق كتير فبحب احكيكم انه في نجاح كبير بس الناس مش شايفينهم فبدنا to make sure انه كل النجاحات اللي مرها منجيبها كلها مرها بالشهر ومنحطها على او مضبطها مع الناس